عالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى ونشوف القرار اللي اتخذوا الحكم في هذه الحالة نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركلة حرة ضد الفريق المغربي وينزر اللاعب المغربي ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي قدمه على الأرض قدمه على الأرض نكمل قدمه على الأرض من الذي ذهب إليه المدافع المدافع هو الذي ذهب إليه المدافع هو الذي ارتكب المخالفة إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزاءه لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح لم تحتسب ركلة جزاء ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم ارتكب المخالفة بساقه بالجزء الأعلى من الساق من الذي ارتكب المخالفة بوضوح ركل الجزاء لم تحتسب للمغرب طيب حالة تانية في نفس الشوت وفي نهاية الشوت الاول وحنشوف مع بعض ايضا مخلف شوف مع بعض ركلة سبتة وهناك سقوط للاعبين انتهت باحتساب مخلفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي نشوف مع بعض المسك من اكتر من مكان لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي هما الاتنين في نفس الحيز ومن طرف واحد بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا الفانيلا ممسوكة من المدافعين مدافعي المتخب الفرنسي نشوف مع بعض اللاعب رقم خمستاشر من المغرب ممسوك بهذا الشكل بهذا الشكل واستمر المسك خلينا نكمل بقى اللقطة نكمل اللقطة استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض وشفنا في مباريات كثيرة في البطولة رقلات جزاء للمسك داخل موطقة الجزاء لم تم احتسابها هنا لم يتدخل حكم البار لم تحتسب رقل الجزاء لما يكون عندنا رقلتين جزاء في مباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوت الاول والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف اعتقد انها حالات وانها اخطاء اثرت على نتيجة المباراة هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباراة القادمة شكرا كدتا جمال الغندور خبير تحكيم في بيانس بولس حكومة الدولة المونديالية السابقة الذي اكد وجود رقلتين جزاء في شوت اول المنتخم المغربي في هذه المباراة وراح مرتنا اخرى بارسين بينجر مرحب بك معنا كمواطن فرنسي اول مبروك تاهل منتخب الفرنسي الى كأس العالم اعتقد ان هذه المباراة كمدرب خبير كان فيها الكثير من الدروس والعبر اشتركوا في القناة